بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله بشهرنا في السلام وسيئة أعمالنا من يده الله فلا مضل لهم يضرب فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأصوله أما بعد نأخذ بإذن الله تعالى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ نريد أن نعلم شروط الوضوء من يذكر لي شروط الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على النبينا والسلام في هذه المساة لن نتعرف على طريق الوضوء وفلوش وقبل أن نفعل هذا نجد أن نعرف ما هي المحطة 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 الآن منativa اللعظة أن نعرف أيضا؟ التميينيين هو المع jungle كما قلقة المتحدة والبالب بالتحفل conhecera واتسحى النية إلى أن تتم الطهارة و يجب أن تكون الناية من أول الوضوء إلى آخر و كذلك و أيضا يطلع موجب الوضوء أيضا توجب الوضوء و أيضا من المفضل المفضل يجب أن تتوقف المجتمع أيضا من المفضل 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 ينتهي من هذا خارج ثم بعد هذا يتبقى مثال الآن لذلك مقابلًا إذا كان مذنه هو في دوة المية وهو يبول مثلاً لذلك يقال أنه يكون يقوم بعمل قريبًا في الناس lak لا لابد أن ينتظر حتى أن يقوم بعمل قريبًا ثم بعد هذا أيضًا ثم بعد ذلك western من شروط الوضوخ ال استجاء أو الاستجماء قبل ويض Levi and thought in the conditions about the imagination of wadu بشأن في بتقوص استرجماء حال يجب الاستنجا والاستجما قبل الوضوء؟ يعني اراد ان يتوقع لها حال يجب عليق قبل ان يتوقع ان يستجم ويستجمل؟ إذا عملتها على شخص لفعل استنجا او استجما قبل الوضوء؟ أعتقد ان يجب الوضوء؟ أعني ان يجب ان يتوقع او استجما قبل الوضوء؟ هل نقول أن يجب عليك استنجا وستجم وستجم وليس لفعل الوضوء؟ لا إلا إذا كان هذا الموجب للوضوء موجب للإستجاع والإستجمع كالبولة والغاعد خروج الرنيح وأكل لحم الجزور نعم لا يوجب للإستجاع والإستجمع نعم كذلك الإزالة من شروق الوضوء إزالة ما من حصول الماء إلى البشرة لذلك الأخرى من الوضوء من الإستجمع يسبب أن تخذ أي شيء من الموجب للإستجمع والغاعد مثال الآن هو يعمل في طلاع الجدراء وعلى أخذ أعضاء الوضوء شيء من هذا الطلاع يمنع من وصول الماء إلى البشر الطلاعي نديهان اذا فيغام بارس لدينا قنوات سلاصة ضغفة لذا كانت تغيير من الملحة يعطيك سلاصة ايضاً اذا اذا بيسط لدينا جميعاً ايضاً شخص الضغفة لأيضاً سلاصة بس لتجربه شخص الضغفة ايضاً لدينا شخص الضغفة بشكل الكبير ولد لدينا هذا الهوجة يجب أن أتتكون أيلف الرجل و ثم أقوم بذواح أو إنه أضعنا للأضافر شيء يسمى عندنا بالمناكير لا أعلم وشو مسمى عندنا إذاً هن؟ نايل؟ نايل نايل فهم أثناء كثيرين فمتلاح بو، نايلd犀 اسم هذا يجب أن يغنر في الهو اتره في الهو لذلك تت entendeu اتره في الهو ثم في الهو ناعلني فعل Chok هذا يملأ السماء في الهو تفقزة من الحركات وكذلك من شروط الوضوء بحرية الماء وإذا أكذب and also from the conditions of the Wudu it says that the water you're using has to be both pure and permissible نعم فألا واجد الماء ناجس هل يتعوض به so for example if a person finds water which is impure ناجس is it permissible for him to make Wudu with it أو هل يكسل التماء حتى هتاوفا or is it permissible for a person to go steal water and then make Wudu with it لا إذن لا بد أن يأتي بالشروق أولا فروض الوضوء سكلا غسل الواجه مع المضمض والاستنشاق يدين مع المفقين ثم يدين عمين يمتح الناس مع المذنين ونقصة الحاسين مع المذنين وكذلك التغتين والمعب التغتيم المرتب على ما رتب الله سبحانه وتعالى and also the fifth condition is that you do these actions in sequential order just as Allah سبحانه وتعالى has mentioned and موالاة the sixth condition is الموالاة هي المتابعة بألا يفصل بين العظم والذي يليه بفاصل قوي and then the sixth condition is that when you're performing wuluh when you're performing ablution and you're washing the various limbs that they've done one after the other immediately and there's no long break between washing one limb to the other limb يعني واما يتبطر آن و بعد ان غسل الوجه دقل شوار و أخذ يتكلم حتى جف الوجه ثم اخراج أن يكمل هذا وضوء نقول لا لأنه لم تتحقق الموالاة هنا so for example a person is performing wuluh he washes his face and then his mobile rings so he answers the mobile phone and he starts talking for a long time up until his face now has become dry from the water and then puts the phone down and he wants to make him wuluh this isn't correct so he has to start from the beginning why because the condition of موالاة doing it continuously hasn't been fulfilled نواقظ الوضو those things which invalidate a person's evolution ما هي نواقظ الوضو what are the things what are the matters which invalidate a person's evolution ما هي نواقظ الوضو who knows نواقظ الوضو أو خارج من السبيلين المطلقة those things or anything which comes out from القبل أو الدبل anything which comes out from a person's prior part from the front or the back anything بول فُوز or urine عائد فا ate feces manic semen or m YEAH or the other similar discharge the other type of discharge or water or water طيب أو ريح or wind passing of wind أو ده ده دود or anything any bacteria or حصر or any type of storm أو حريب أو نفاس أو أو THE BLOOD THAT WIMIT SUFFER FROM IN TERMS OF EITHER PREGNANCY POSTENATIVE BLEEDING أو طب OR PROPRIOLIC BLEEDING OR NORMAL BLOOD كل خاري من السبيري نا قد نوبوا SO EVERYTHING WHICH COMES OUT OR IS DISCHARGED FROM A PERSON'S PRIMAL PAST THE FRONT OR THE BACK ANYTHING AT ALL IT BREAKS THE WUBU نعم الثاري من نوا قد نوبوا The second matter which is invalid is the prayer. So the second condition is anything which necessitates a person to do. If a person loses his intellect, even temporarily, for example sleeping, when a person is sleeping he is not in the conscious state. Or drugs for example, alcohol, from like general anaesthetics, you know people use anything which would cause a person to lose his consciousness even temporarily then this breaks a person's wudhu. So therefore is sleep something which invalidates a person's wudhu. The second one says that the day is not in the conscious state, but it is not in the conscious state. Shaykh ibn al-Islami said that sleeping itself does not break a person's wudhu. However, when a person sleeps there is a strong possibility that maybe he is broken his wudhu, for example from passing rain. And therefore sleeping validates a person's ablution. So if for example somebody is overcome by some slumber, is his wudhu is ablution correct or not? We look, if this person, even though this type of slumber or very light sleep has overtaken him, if he can feel that which is around him and he knows the state that he is in, then his wudhu is okay. If however he loses that consciousness of that feeling temporarily, then his wudhu is invalid. And after this there are the things which invalidate a person's wudhu. يذكر الشيخ ibn al-Baza rahimahullah he mentions in the important lessons they spoke. الدروس المهمة Welldur Expand. So Can he take it from? Now that you suggest then, Whoa! So Shaykh ibn al-Baza rahimahullah mentions that any impurity which leaves their body, even though it might not be from the fredge passage or the back passage, the primal part. ثم هناك أيضًا يمكنك أن يكون هناك مباشرة لأنهم لا يستطيع أن يكون هناك مباشرة وذلك عندما يكون هناك مباشرة ثم يكون هناك مباشرة